السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون طلاب سلاة تانية التانية ان شاء الله بحضورة المهاردة عن كوزماتيكس. هنتكلم فيها ده احنا عارفين زي ما احنا عارفين ماشيين بالتوالي كده مع بعض. احنا كلمنا مرة اللي فاتت عن يعني كوزماتيكس وايه اهميتها ومستخدمها ليه وهل هي حاجة متخصص ولا مش محتاجة والحوارات بتاعتها وكده. النهاردة بازن الرحمن هنتكلم بقى على اول حاجة في الكوزماتيكس اللي هي المرتبات اللي هي الحاجات اللي تبقى عبارة عن بترتب لك الجلد وتعمل لك جنس الدراينس الجفاف والحوار ده. ابنا نبدأ حابة نقول دعا مذاكرة اللهم ان اقسى لك افرح نبيين وحزو المرسلين الملائكة مقربين ان تجعل كل بنا مليئة بذكر خشتك انك على كل شيء قدير وحزب الله ونعمل وكيل بسم الله وحزب الله وحزب الله ونعمل وكيل بسم الله مسترائزنج كريم عند سموزينج كريم انتي اجنتي كريم يوفي بروتكشنز اندي بابي بروتكشن كريم اللي على لقب الدايبر ماشي اول حاجة المسترائزنج كريم اللي هي المرتبات ايه دي بتبقى عبارة ايه ردوسي الووتر ايه بقى فكرة المسترائزنج الكريم مسترائزنج الكريم ديت هي تعمل لك مسترائزنج الكريم اللي بتاعك بغطوبة لازمة ايه الحاجات ديت هنعرف باذن الرحمن كل واحدة سنتشو الله في الليكتشور ديت هنتكلم على المسترائزنج الكريم مانلي والطايب بتاعتها والحوارات بتاعتها طبعا الفيتلايزنج ديت استيميليشن بلوت فلو اندزاتيل رينوال يعني انه تعمل لك تحافز لك السيركليشن بلوت سيركليشن واتر السموزينج ديت بتاعتك السموز للاسكن ويز لابتز ايجنت اللي بتزندون وكده هتاعتك السموزينج افكت الانتي ايجنت ترديوز زاسر اللي هي زهور الورنكلت اللي هي التراعيد والحاجات ديت بتشدلك الجلد اليو فييه بتقللك اللي هي السم بلوك واخر حاجة دايبر كير اللي هي علاقة بالحفاظات بتاعت الاطفال اول حاجة نتكلم عليها بإذن الرحمن المستورايزنج كريم اول حاجة بقولك الكاركترستيك اف الدراي سكين ايه هي الكاركترستيك بتاعت الدراي سكين ايه هي الخراص او الصفات بتاعت الدراي سكين الجاف ايه هي بقول لك ؟ الدراي سكين يعني ايه يعني مفيش مياه ناشي هو عباة سكين ، ابرانس د Gran فييه تشاققات رف خيشم que عباة عن فيه زي qui , line , , بيبقاء معرض كتير جدا لإسكن إسفكشن ليه عشان انت عندك تشققات فمعنى كده انت مفتوحة كأنك مش ورطي الحتة بتاعت بتاعت السيركوليشن وكده فالبكتيريا سهل جدا تخش قوة التشققات دي وتروح للبلاث فيزلز بتاعتك فعشان كده تكون كده ممكن بكتيريا او فانجل اينفكشنز بقول لك زا كومون درماتوغلوجيكال تيرمز فور اكستريم لما يكون بقى عندك ودي خدناك تشققات اللي اسمها يبرغ لده لما يكون عنده جامد قوي لدرجة انه متشققه او رجل ايدي تلاقي متعورة جامد ده بسبب عنده تقشقه كده وجلدك مش عايف تقشرك بسهولة وفي نفس الوقت هو لازق جوه جسمك لازق جوه ايدك يعني او لازق يعني بتكون شبه عارفين الحرشيف بتاع السمك بتبقى شبهها كده عشان كده بمنظرها سيء جدا ده السيروزيس اللي احنا قلنا نقوم عليه شايف هو هنا جلده متشقق متأشر وده قدر نعمل ببعوضة للبكتيريا بتبقى 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 سهل ان يحصل من البكتيريا او الفانجاي اه دي بالسيروزيس اللي بتبقى القتاش من بتبقى سهل شبه الحرشيف شايف الحمد لله اللي زي عفونا بتالبيك رسينا الخلقي طيب نيتر الفاكتر زاد بريفنتل ايه 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 حوامل الطبيعية اللي ممكن يعني تحميلك جلدك من من الدراينيس والحوارات دهت اول حاجة الاول سبحان الله ربنا مش خلالك السكين بتاعك كده عبارة عن اكوس فمع شوية هوا او مع شوية جامد قوي فتلاقي الماء اتبخرت فهتلاقي ايدك اتشققت وتعورت وشعفق ايه وكده لأ سبحان الله ربنا حاطي لك من دل بتاعك السكين عبارة عن يعني عبارة عن طبقة زيتية ماشي لابت فيلم عبارة عن لابت فيلم حواليها كده محاوتها بحيس ان هو يقلل في كمية فقدار المية طيب لما اقول لك انت بتخسل مية ايدك كتير خدش الحمام وخسل مية ايدك كتير عاملنا كل الناس pawn لديها واسوسة طب ساعت كورونا كُل شوية تغسل ايديها كل شوية تغسل ايديها كل شوية تغسل ايديها كل شوية ايديها. اكتر الناس Arnold Acc create smoke changes طب ازاي. وهي قلت أنني بحط عليها مية مفروض ان دي بيساعدها انها م sta sofortة عنها. أقول لك لا يا شاطر مش كده. قال لك اللي انت تحميها كتير على ال general apple سبحانه وتعالى هتتحلق اصلا جوال الاسكن فانت عملكم شوية تشيل 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 بعد كده بخلط اسكن بتاعك من غير خالص اولي لير بعد كده جيت حاطت ميا فبقى استسهلها الميا يحصلها افباريشن جتير جدا من ضمن الهو الهود ويزر او كولد ويزر او اكسترين كولد ويزر وهكذا فبدأ يحصل لك دراينيس يبقى بيقولك الاول حاجة الاول اقلوسف عبارة عن او كده اقلوسف لاير كده محوطة مغلفة منعه ماشي انت Biraz Beeng عشان كده اقول لها فيه ضبقة دهنية فيه اصل اللي هو بشرة دهنية وبشرة جافة وبشرة اه اللي هي المكسد ما بينهم وهكذا. مختلطة وكذا. يبقى انت بالصراط عنا بلابسا اول حاجة ربنا عملها لك سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيه السكن بتاعك عشان يمنع او الحاجة اللي حواليها الطبقة دي. طيب الاولي هي عبارة عن لبس بس? لأ قلق عبارة عن اولي زاد السيبم اللي بيطلع بهاي السيبشيس جلانت او ده الاستراكشرة ههبت على حتة من السكن. ده كده بالصراط عنا بلايه في السلام سيبشيس جلانت بتطلع لك السيبم هنا وعندك هنا موجودة عندك في الايه في السكن بتاعك. ده كل حاجات دي يعني حاجة حاجة طبيعية مش لسه ما استخدمتش اي حاجة مغطبة اه مصنعة وكده. طيب بالصراط عنا بلايه في دستطاع السلام. بيقول لك هنا ايه يعني ايه? اي حاجة او ما تسمع كلمة اه معناها مغطبة ايه او ما تسمحها في بالك اعرف ان هي حاجة بتمنع تبخه المية او بتقليلك كمية المية انها تتبخها او بتخلي المية تفضلت موجودة كتير على السكن بتاعك عشان ايه تخليليها متخلكش بسكن بتاعك دوريناس واحدة. يب هي بتساعد في ريتين بتأخر اللي او بتبقاء بقاء المية على الكرياتوريتس لير. ماشي. امانج زي كومباوند زي كومبوزد زي نيوترل عبارة عن ضمن المركبات اللي بيكون نيوترل. زي اليوريا زي اللاكتيك اسيد مهمة او بتعرف اللاكتيك اسيد. والفوسفوليبيتز. دي عبارة عن حاجات نيوترل موجودة جوا جلدك. بيكون موجودة. اليوريا طبعا بتطلع عن طريل السويت والحاجات ديات. المهمة عندك اللي انت تعرف اللاكتيك اسيد والفوسفوليبيتز. دي عبارة عن مسترايزينج ايجنت بتبقى نيوترل. ماشي. عندك اللي يكون لك اسيد بقى عندك ملك اسيد. المهمة اللي انت عندك اسيد. يبقى اي اسيدز واي فوسفوليبيتز بيبقى مع مسترايزينج ايجنت مهمين جدا. كربوكسيلك اسيد والحوارات ديات. سم افزيس كومباوند اببير ان فاريس اي مسترايزر. ان دي مي بي لستد ان ذا باكتجينج. يعني ايه. يعني انت دلوقتي ممكن تصنع. عايز تصنع. مسترايزينج ايجنت. فانت تاخد الاسيدز من الدين الاسيدز اللي موجودة عندك مثلا لكتك اسيد. الجلوكناك اسيدز. الحوارات دي تمالك اسيد. ودي بالصلاة اللي بتحطها في المسترايزينج بتاعك. فبيكون موجودة عند من دين الليستة اللي انت ممكن تصنع فيها. ايه. يعني ايه الكلام دوات. نفس الكلام اللي انا سا اقول لك من شوية. هل انت ما توقع تخصي ايدي كتير او ايدي بيحميلك المسترايزينج بتاع المية بتاعت السكين بتاعك ويحميلك من الجفاف والحوار ديت. طيب. هل لو جبت قماشة قماشة وبلتها مية وفضلتها هتضع على السكين بتاعك. هتحميلك برضو السكين بتاعك من بتاع الووتر وتخلو لك اكتر والحوارات دي. يلا جاوة. طبعا لا. ايه سبب في كده? قال لك والله اذا بتحط المية على السكين بتاعك بتشتغل از ماجنت. يعني ايه از ماجنتك? انها بتسحب كل المية لجوة جلدك. لما يكون مية كتير عشان كده اقول لك ايه? لما تخسل وشك او تخسل ايدك يا ريت نشف الفوطة. طيب بسبب كده ايه? مش نظافة ولا اي حاجة? لأ عشان ما يحصلقش اشف. لو ما انا شفتش وخليت ان الهوى هو اللي ينشف لك المية اللي موجودة على جسمك سواء اوشك وايدك وكده هتلاقي ايدك بعد شوية حصلقتش اوقات وبقت دراينس وكده. ده بالسبب في كده ايه? سبب في كده انك انت دلوقتي ايدك اهي كده بالسلطة انا بقى لفصل مسلا نعتبر ايدة المعبوضة دي هي دي ايدك. مسلا وايه? جيت انت حطيت عليها مية. جيت حطيت عليها المية دي بتشتغل كماجنت كأنها ماجنت يعني ماجنت يعني كأنها مغناطيس بتشفط كل المية اللي حواليها. طبع تشفط 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 وبعد كده يقوم جاية الهوى مبخرها لك ففي الاخر كل المية اللي كان في ايدك متحوشة جيت المية دي خدتها معاها كده بالسلامة كأن بالضبط اه عارف ايه? كأن بالضبط ايه? كأن تيتا مسلا قاعدة عندك وخالته آآ جات. وخالته جات. وتيتا مسلا بتحب خالته قوي. فتقوم جاية ايه واخداها? ماشي تقول لها يلا يا تيتا نروحيت عليها واضي معيها شوية. هما الاتنين نفس نفس كل حاجة. بس خالته جات راعة مية المية. شاريت منك تيتا الجميلة اللي انت بتحبها قاعدة معيك وكده فقامت شاريتها من عندك وقامت راحت مع ايه? مع خالته. نفس الفكرة انت مية بيكون موجودها جوى جلدك انت جيت حطيت عليها مية تانية تشتغل اذ مغنيتك وبقاء يحبه بعض الميليكيلي بتاعت المية. يا اهلا ويعود يسلمه على بعض وكده. وفي الاخر الهو يجي بخرها فتقوم طائرة ومشي مع نفسها وانت ايدك يا عيني هي اللي في النص هي اللي يحصل لها دراينيس. زي ما انت تفضل قاعد معيك على تيتا نامشيت ومش عارف ايه? هي ايدك اللي بيحصل لها دراينيس. يبقى بيقول لك هنا وينوي ايه يعني هيحصل لك دراينيس كتير جامد. الاسب في كده بقى زي ما احنا قلنا هو. الكمية المية اللي انت حطيتها هيحصلها هيحصلها هيبدأ بقى كل شوية انت عمد تحط مية على سكن بتاعك. فهيحصل لها وتاخد شوية معي. وليش هيحصل لها وتاخد معي شوية. يعني انت للوقت مثلا حاطت عشرة ميليكيون من المية عشرة ميليكيون من المية على ايدك. الكمية التباخر بتاع المية مش هكون عشرة لا هكون خمستاشر ميليكيون زي بالزبط تيتا قاعدة معيه كنت مفروض كنت لسه ما بولين زي ما هما. جا دخلت وعيالها مثلا هما خمس افراد. جا دخلت تيتا فانت هفقط ميليكيون زيادة من المية اللي عندك. نفس الفكرة. يبقى كمية المية قبل ما تخسل ايدك. كت اكتر ولا اقل كت اكتر. لما انت جيت حصلت ايدك. كمية المية قلت ولا زادت قلت. ليه? عشان عن طريق اللي حصل كتير جدا. يبقى في في بداية العملية اللي لو وصلها عليك انا ولا رضي السلام. بيبقى بعد عملية بتبقى كمية المية اقل من قبل عملية. يبقى دي حاجة مش بتفيد ودي حاجة بتضرو بالحكس. ماشي. بدي لها علاقة بالدراينج افكت. بقول لك بما ان المية مش من ضن العوامل اللي بتعمل لك وترتب لك بتاعك. يعني مش كل ما تخسل وشك بالمية او كل ما تحطه على جسمك على جلدك بالمية كتير فبترتب لك النسكن بتاعك. فانت عشان كده دي عوامل بوايز وما ينفعش. فعشان كده انت لقت اللي المسترائزز اللي هي المرتبات. اه طبعا سايفين الومن ديت ديت افصر مسترائزز ودي بفور مسترائزز. هنا شايف الوينكلز عندها تشققات وحوارات وكده. هنا يعني مش قوي وهكذا فيه بقى افضل. المسترائزر اهيت المسترائزز الحاجات اللي بتعمل لك تشلك الفريشورز الموجودة في الاسكن وتحافظ لك على الاسكن عندك. بقول لك سابران فت افكت اوف مسترائزز. يبقى احنا هفحافظنا بقى الفكرة بتاعت الدراينيس وكده. ايه بقى اهمية يبقى هنعالجي ازاي المسترائزر جميل. ايه بقى الجلد في بتاعت المسترائزز دوت صلى على النبي عليه افضل السلام. بعمل لك حاجتين. اول حاجة احنا احنا اتفقنا اي حاجة كوزماتيك مسؤولا حاجتين. تعمل لك امبروفينج للحاجة وبتعمل لك بروتيكشن بتحصل لك حاجة اهو نفس الكلام. المسترائزر ده براحن حاجة كوزماتيك يبقى بتحميلك الجلد. زي سن اللي حواليين بتاعتك كان بيبرتكت في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ في السكن بتاعك ده عليه كده سن ايلي لير على هنا الحتة دي طيب المسترائزر بتيجي تعمل ايه تيجي تقعد فوق السن ايه 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 فحمت لك الايه الايلي لير الموجودة عندك فروم الانفيرومنت فاكتور ومعنى كده بطلت موجودة والايلي لير دي اهمتها ايه انها تقلل لك الايفابراشن بتعلوته ايه اول حاجة للمسترائزر تحسن لك بقى ظهور الوالسكن وهكذا وان زا سكن ازويل المسترائزر تقبير ايه تمبراري سموثر اند مور رفريشبل يعني ايه لما تكون انت حاطت المسترائزر كده تحس السكن بتاعك ايه فرش كأنه كده كده كأنك نعنشته ليه لانيك كنتنت التعلمية لسه موجود متحافظة عليه اما على عكس ما تكون المسترائزر مش موجود المرطبات مش موجودة تلاقي السكن بتاعك دراينيس وشكلك بهتان وشكلك زي رجل عجوز طبعا ال الناس ما بيستخدموش مسترائزر اصلا ودي حاجة تريحهم طبعا المهم اه الله ما يصلى عليك انا بقى لا يفضل السلام يبقى ايه طب انا اسألك سؤال هل لما انت متحط المسترائزر الافكت بتاعها بيبقى تمباري ولا بيرمينت يعني تمباري يعني بيرمينت تمباري يعني حاجة مؤقتة ولا حاجة بيرمينت حاجة دائمة مجارب ما تحط المسترائزر ويفضل معاك مالة نهاية لا طبعا تمباري اسناء وجود المسترائزر المية كونتنت بتاع المية جوجة سكن بتاعك متحافظة عليها جوة السكن بما ان المية موجودة يبقى يحصل لك ابيانس كويس ويطلع لك ويكون السكن بتاعك فرش ومتنعنش ومروع على نفسه طيب شس المسترائزر عن طيل انت واحدة تتوضى ولا واحدة تخسل رشك ولا ايا كان منسيت تحط المسترائزر او كده اللي بيحصل عندك لا المية بدأ يحصل لها بتبدأ يتطاير بتبدأ تتبخر من انها بيبدأ تتبخر وتتطاير فبقدة السكن بتاعك يحصل اللوزنج للووتر كونتنت معانا كده ان هو يبدأ بقى يعمل له شرنكين ويبدأ شكله شقص يا الراجل البهتاني جاء عجوز طيب جميل دلوقتي بقى هي بمعنى كده الحكاية اللي انا حكيتها لك الطاولة دي هي بمعنى كده المسترائزر افكت بتاعها هي حاجة تمبرت ولا بيرمنط طبعا تمبرت اثناء وجودها بتدي الافكت اثناء الريابها ما بتدكش ايه افكت خلاص يبقى دي تمبرت يعني حاجة مؤقتة ممكن نستخدمها از انتي ايجنج افكت ان ماركتنج مسترائزنج بروزكت نتساعد ان هو هل الانتي ايجنج الناس اللي بتقولك الناس اللي بتعطي بيها كلام وش عارف ايه تعال اخذي البراند المعين دوت عشان يحصل لك انتي ايجنج ومش عارفة مش يحصل لك تجعيد خالص وتبدي شابة طول عمرك ما شاء الله يعني الشباب اصلا بيروح مش بالشكل بس ما علينا يعني المهم اه دي بقى ايه حكايتها بيع الكلام ليه لان هي مش فامحك انتي بتروح تشتري زال عبيطة بحاجة بخمسمائة جنيه وكده وفي الاخر بتضحك عليك وتلاقي ما شاء الله التجعيد طول عدو لا طبعا ما نفعش انتازم تكوني فهمة طيب ايه بقى الحكاية كلها كل حاجة اللي انت تعمليها هي مش بيكون انتي ايجنج از انتي ايجنج على طول ما فيش حاجة اسمها انتي ايجنج بيرمنت حيث دايما تفضلي شابة طول عمرك طول حياتك لا طبعا ما فيش دير في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى الانتي ايجنج دي بقى بتأخر بس ظهور التجعيد بدى ما تظهر عند خمسين مثلا او فينا والله العظيم في الناس بيكون عندها 20 سنة ويكون صحتها في النازل زي حالاتي المهم يعني اللي بدى ما تظهر مثلا عندها عند عند 20 سنة عند 30 سنة عند 40 سنة او كده بيبقى ايه بيبقى بالصراط عنا بقى لفد السلام بتظهر بقى بتأخر بدى ما تظهر تظهر 60 لا تظهر 70 تظهر بقى عند الناس الكبار تظهر متأخر بس 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 في الاخر كده اكتشوالي في الاخر بتظهر اصلا يعني ايه مش كل الناس محتاجة مرتبات في مرتبات معينة للناس البشرة الدهنية لان انت لو حطيت مرتبات عبارة عن على الاسكن بتاعك وانتش اصلا البشرة بتاعتك اولي هيطلع لك اكني بالهبل ما شاء الله يعني مع دي الكيش هيطلع لك اكني بكتير جدا سب في كده ايه قال لك والله اللي انت اصلا اسكن بتاعك هو بيطلع لك اولي فانت تحطي اولي في اولي انت كده بقى خليسي سمنة ودهنة وبقى ما شاء الله بقى قطعة سمنة وشك قطعة سمنة متحركة على وجه الارض خلاص يبهي هنا هنا no not everyone requires mineralizers an individual with oil skin usually no يعني عادة ما بتحتاجش ممكن نحط عليه مصطر ايه خفيف جدا القوام بتاعه خفيف اوي مش كده ماشي هي المعروف على that certain environment conditions such as dry hair or cold wind they may be need او اثناء بها تعرض لـ dry hair أو cold wind عاصفة ساعة قوي الحاجات اللي بتساعد الماء من الجلد بتاك فديث بالصلاة عن نبع الرضي الصام تعملك ايه فديث بالصلاة عن نبع الرضي الصام تعملك dryness ماشي فلازم تحط ساعة المستوائجة الناس الكبيرة الناس الكبيرة اللي سنناها كبيرة في السن 50-60 مش عارفة ايه كده بتحتاج كذا مره تحطي كذا مره بالمسترائزر عشان تعاود تعاود الدراينيس اللي عنده دوت وتعالجه كل ما انوات تحيس انها ما انوات اي عامة طيب كيف تحسين هذا المسترائزر hablب الرقم ازاي بقى انت هتكون المسترائزر على السكن بتاعك قال لي وسلمli 3 ما من المسترائزر عندي 3 مسترائزر اول yang تعامل للمسترائزر عندي heormectant عندي occlusive عندي إموليانت يبقى عندي هورمكتانت occlusive أموليانت طيب support اول حاجة الاكلوسيف. الاكلوسيف ده عبار عن اي بص? الاكلوسيف ده افتكرو بالسكرينة. السد. اه كأنك جبت حتة حتة سامنة كده لو انت شاطر ودهنة على جلدك. اه مش عارفة حاجة حاجة بص ما فيش فيها مسام طبقة جدا جدا جريسي جدا جدا ريالسة جدا ريخمة جدا اه واقية جدا وهكذا. بيقول لك هيفي اويل هيفي هيفي اويل زي اللانونوين زي الجراب سيدز زي الهيفي سيليكونز اللي هي دائميثي هون كون اللي اخدتوها في السترياتيكس از اوينتمنت البتروليوم المنورال اويل بارافينز الحوارة دي دي هو حاجات اكلوثيف حاجات تقيلة غيتيتة غيلزة. ماشي? اه الا اي اخبارها? دي بقى لايت. الاي مايلينت دي بقى حاجات ايه لايت? حاجات ايه لطيفة كده وايه منعشة وخفيفة من الاويل. لايت اويل هي اويل ولكن هي لايت خفيفة. زي السيطال الالكوحول زي الايت سيليكونز او سايكلوميثيكون. الهيميكتنت او ووتر لافينج. دي بقى حاجات اكوة. حب همان حاجات اكوة. مش 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 اولي. ماشي حاجات اكوة. زي هايوريك اسيد. زي الجليسرين. زي البولينجلايكول. زي اليوريا. زي السيربيتال. زي الاولول. زي الاهاتش اي اس. ماشي. ماشي. كل حاجات دي بتحطنا عندك. هنا نتكلم على واحدة واحدة منهم بالتفصيل الممل. اول حاجة اللي شو مكتنت. المكتنت دي اللي هي المرات برات. اتفقنا خلاص. التلاتة بيشتغلوا على هما يمنعوا تبخر الماء. يبقى بيعمل لك طبقة على الاسكن. يمنع لك الماء تتبخر. يحافظ لك على كمية الماء موجودة عندي. بتشتغل از ماجنت للووتر. يعني از ماجنت افووتر. انت دلوقتي في جو رطب. جو في مياه. الجو هو الانفيرومنت فيه مياه. حاطيت الهوميكتنت. الهوميكتنت دي حاجة بتحب المياه جدا 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 جدا. فتسحب المياه من الانفيرومنت تتخش جوه الاسكن بتاعتك. بتخد المياه من الانفيرومنت المحوطة جلدك. تقوم واخدها وتقوم هي واخدها وتقوم تدخلها جوه الاسكن. فكأنك عملت تحرش مياه جوه رسمك. جوه الاسكن. فتباني الابيرانس الجميل اللطيف اللي هو بتاع الهوميكتنت الاسكن الطبيعي. يبقى الهوميكتنت اهم حاجة عنده. لانه هو اسمه بيحب المياه جدا. طب الهوميكتنت دي يتصلي عنا بقى لفنسان. انت دلوقتي في جو ومش راطب ده جوه حار جدا. مفيش مياه في الجو. وحطتي هوميكتنت. حطتي مستوريزر. وبعدين انت الاسكن بتاعك روالي في مياه. يبقى كده يحصل لك مشكلة. ايه بقى المشكلة؟ الهوميكتنت مدامة كان بيسحب لك وبيعالج لك المياه اللي موجودة في جلدك. يقوم ايه؟ يسحب لك المياه من انفيرومنت ويدخلها جوه جلدك؟ لا. هو بيحب المياه. هو ملوش دعوة. هو يقوم ايه؟ يقوم سحب المياه ما حصلتش الحركة دي. نجي نشوف بقى مع بعض. اول حاجة الهوميكتنت أبسورب ووتر. في بعض الهوميكتنت بتعمل بتعمل البنتريشن للسكن بتاعك بدل ما تكون على السيرف اس لير بتاعتك او الايبي ديرميس بتاعتك. لا تعمل البنتريشن تروح للكريتينيوس لير بس خلي مياه يكون موجودة في الكريتينيوس لير كثير فيبقى ان الابيرانس الحلو بتاع المياه الموجود جوه جلدك والابيرانس بتاع السكن بتاعك يبقى حلو. ازر يقول لك الهوميكتنت. يتبقى عندك وقفة في الصيدلية المسؤول على الترميل يقول لك ماشاء الله ده بيعملك بنترشن فظيع بيعملك بنترشن 100 على 200 لا تتساقنش ازاي 200 على 100 يعمل لك بنترشن ده هيبص 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 يعمل لك بنترشن يطلع من ناحية التانية يعني كلام كله بيع كلام غلط ليه؟ الهيروريك اسيد ده عبارة ميليكيور بتاعته كبيرة قوي فهو بيعملش اصلا بنترشن هو بيفضل موجود على السكين بتاعك بس كل اللي بيعونه هو بيفضل موجود على السكين فهيعمل لك قبل زبشن الوطر فهيخليها لك تخش جوة السكين بتاعك يحفظ لك عماية جوة السكين بتاعتك وهو ما بيعملش بنترشن يبقى الشخص اللي يقول لك الهيروريك اسد تعليش تريده مش عارفة اي ده بمركز معين ده بصراطة انا بالسلام مسؤول عن اللي هو يعمل لك بنترشن لدرجة اللي يطلع من الناحية التانية من جلدك لا طبعا حطتي من الخدك هيطلع من الخد التانية لا تسألنش ازاي بتساوة كيف لا طبعا يبقى هو بيتحكي عليك وملكيش دعا بيه ماشي ان ارتفلي دراي انفيرومنت دلوقتي انت عندك دراي انفيرومنت زي ما اكتولي ابزربوووتر فومزا سكن اهو دلوقتي انت عندك دراي انفيرومنت يعني دراي انفيرومنت يعني دراي انفيرومنت جو جاف حواليك فمفياش مياه الاستحاب من الانفيرومنت ويدخلها داخل ما سکين بتاعك فهو بيحب المياه لن لايوجه ضعوا بقى يجيبها منين؟ يجيبها من السكن بتاعتك فيبدأ يسحبها من السكن غاز لازال الانفيرومنت ساعتها يبقى يزود لك دراي انفيرومنت فدي ابقى وحش سيئ جدا من المياه هميكتنت ده انشاء مصلحة والله الحتة اللي هلاقي في ماي كتير يسحب منها المياه ماليش ضعوا بقى كده بديد في الانفيرومنت لذلك يجب عليك ام تستخدمه من المجدد وماذا تستخدمه وماذا تستخدمه وماذا تستخدمه المجددد يعمل مثل مغنيت المغنيت يسحب من المغنيت يسحب سواء من المغنيت أو المغنيت في الجو الراتب بقى الجميل دوت ساعتها بقى هزي اي ساعتها بتبدأ بقى تشوف التأثير بتاع الهيمكتنت بطريقة فظيعة جدا وراهيبة جدا وتلاقي احسن حاجة في الجو الراتب بتاع الحر الشتيت دوت اللي هو الصيف لتلاقي يقول لك ان ده الجو الراتب بيحمل الزئين مش عارف ايه تحط الهيمكتنت ده بيبقى نطيف جدا لانها يسحب لك المياه الموجودة في الانفيرومنت يدخلها جوة الاسكن على عكس الدراي انفيرومنت يعني ممكن يجب لك كيس في الانتحان ويقول لك في الدراي انفيرومنت ممكن تستخدم الهيمكتنت ولا لأ ولا ممكن تستخدم ايه قال لي لأ دراي انفيرومنت ابعد خالص عن هيمكتنت ليه لانه هيبدأ بقى يعمل لك دراي انفيرومنت بدل ما هو كان بيعالج أوريدي الدرايليس لا هيبدأ يعمل لك درايليس يبقين كل كلوجين زي افيرتف اوف اوف هيمكتنت نوت اس جريت از اكلوسيف الاكلوسيف دي اتفقنا الاكلوسيف دي طبقه زي السد ما بتتحركش ثابتة بتعمل لك بريفيند بص والله انت او حاطتها على طبق الدهون تحتيها هي مش هتخليها تتحرك بما كان هتفضل واقفة زي الجيش كده جيش ثابت واقف مكانه على الحدود ما بتحركش خالص الاكلوسيف دي حاجة كده ضم افتكرة كده بحاجة ضم طيب مين بقى المور افكتف طب هنا دلوقتي بالسراطة انا بقى ليفت سامن الاسكن بتاعك اهو ماشي وحطيت عليه طبقه من الاكلوسيف ماشي وحطيت عليه طبقه من الهيمكتنت جميل طب في الدراي سكن دراي سكن الهيمكتنت ده يبقى خطير جدا وواحش جدا لنفعش تستخدمه الاكلوسيف طبعا انا هنعرف مشاكل الاكلوسيف بس ماشي الاكلوسيف هيعمل لك ايه على اقل تقديرة يحافظ لك على كمية الماء موجودة في السكن كمية الماء موجودة في السكن مش هحصل لها افباريشن فهتفضل موجودة فهيبدأ بتاع السكن بتاعك يفضل عادي زي ما هو افبير نورمال ماشي زي ما هو طبيعي يبقى هنا بالسراطة انا سامن سامن مين بقى المور افكتف افكتف اللي هو بديك تأثير افضل اكلوسيف زيان هيمكتنت يبقى حلو بقى المشكلة ازاي بتاع الدراي ويزردية قال لي والله بدان ما انت دلوقتي الاكلوسيف فيه شوية مشاكل ايه هي مشاكل يا ستة هتعرفها قدام ما هقولك انت عليها كده ان هو الاكلوسيف جربت تجيبت طبقة سامنة كده ودهنة على ايدك هتلاقيها تقيلة وغلسة وغيطتها والأبيانس التاحها مش لطيف وحتى بتتشال بصعوبة وكمان تلاك انت ماشي ماشي الله وانت تلاقيه اللي بحطها في الشارع دي ماشي عمالة لمع وانت لمع كده وينور فما ينفعش فاهم مش ماشيين انوار فبالصلاة على الاكلوسيف مش بيكون مفضلة تمنعت زي تغادر للعملية دات الهيميكتنت حاجة لطيفة فالدراي سكين اللي والله في الاماكن اللي بيكون فيها دراي سكين بيقى جافة والحوارات وصحرة وكده استخدمي حط الهيميكتنت الحاجة اللطيفة دي على شوية من الاكلوسيف بحيث الاكلوسيف مايخليش المية يحصلها اوفي بريد اوكي الهيميكتنت هيسحبلك المية من السكن وهيكون لسه موجودة على السيرفز بتاع السكن او موجودة لسه في اللير بتاع السكن وحطيت انت بقى الاكلوسيف ساعتها اكلوسيف بقى حبستلك المية جوه خليتلك بقى المية محافظة عليها مايحصل لاش اي اوفي بريد ففي الدراي او الكولد ويزر احنا لازم نعمل كومباينيشة بتوين الاكلوسيف ان الهيميكتنت طيب حلو قوي ده كده الشعب هعمل لك ديرجرام بتوين الاكلوسيف ان الهيميكتنت ده كده الاكلوسيف المية وهي طلع كده بتخبط في الطرق الاكلوسيف فبترجع تاني للاسكن فبتقدرش تطلع ولا تفلسع ولا تقدر يحصلها اي حاجة يباكوت اسكن اند اكت اس بارير هي عبارة عن سدة حيطة تحميلك المية انها تحصلها انها تعمل لوزنج الووتر الهيميكتنت اي اخبارها والله على حسب المية لو المية كتيرة بره في الجو الرطب هتخش جوه طب لو العكس لو عكس الجو بره دراي وحر ومش عالفي او كده او يعني دراينج عم متى ما فيش مية بره في الانفيرومنت هيبدأ يخسر لك وعمل لك دراينيس للسكن بعد كده عندي حاجة اسمها الريباريتف الريباريتف مسترائزر ديات هاف بوز ديا بقى لما احنا حطينا الاتنين مع بعض اسمها الريباريتف اسمها الريباريتف الريباريتف يعني كأنني بكوين بعيد تكوين حاجة جديدة الريباريتف بقى عبارة عن هو يكتنت ان اكلوسيف مع بعض بوبارتز انت ربير دامج سكن يعني اي بقى بيعالي لك الدامج سكن يعني بسرطة عنا بقى دراسة رسالان تخيل كده الانفيرومنت ما فيهاش مية فيجيز لعين المية جوه الاسكن اللي هي مقتنجيشة فاطها وعايزة تطلع فتيجي تلاقط في مش هامين تلاقط في وقتها ح großer طلب على الاكلوسيفية اخرى طيب عند الانفيرومنت فيها مية جدا تتصد اي شخص داخل غايا طبعا عن ماب Luci invalid test ولكن مش بنسب نفس الكمية بسيطة جدا بحيس انها تتخلي المياه تسمح بدخول المياه وتسمحش بخور المياه من الاسكن عندي اسمها ايه اسمها ريبراتيف مسترائزر اهو بيقول لك في اسناء الاستردام اليومي ماشي نون ايلي مسترائزر السميات انت مش هتحب تدهني زي معلقة الزيت ولا سم على رشيك وتنزالي لا احنا منحب الحاجات اللي بتبقى مياه اكوة كده عشان تديك الفراشنس ابيانس ماشي بقى اغلب المسترائزر عندها كده مكس من كمبوننت زي زي عبارة عن حاجات اكوس التبقى هيفي طبعا اغلب المسترائزر عندها اغلب المسترائزر عندها اغلب المسترائزر ماشي وفي نفس الوقت ما خلتهاش اكلوزيف فتعمل لي افكت وحش زي مين زي اللانولين اللانولين and its derivative for example are eclosive but they have a certain degree of absorption capacity as well hermectant اللانولين ده عبارة ميكس ما بين الاثنين يبقى اللانولين ده example as mix of ما بين الاثنين عنده اكلوزيف افكت حلو جدا وخصير جدا وفي نفس الوقت ليه نفس البربرتز بتاعت الهيوميكتنت اللي هو عمل لك افكت الواتر طب هو عنده اكلوزيف فهيمنعني لتبخر المية من الجلد جميل وعنده نفس الافكتر بتاع الهيوميكتنت يبقى معنى كده اللي يعمل لي افزور بشان الواتر from environment او from high concentration of water طوله الواتر فيسحب لك المية من environment طب لما يكون الجو دراي هيمنع لك تبخر المية عن طريق طباء الهيوميكتنت يعني المية تيجي تطلع من السكن بتاعك بعد ما شفتها الهيوميكتنت فتقوم جاية تلاقي ايه الهيوميكتنت يبقى اللانونين ده مهم جدا هو ويقول لك اول حاجة او لو انت عندك هيوميكتنت هيحصل لها ايه بانتريشن اتفقنا الحاجات مش حصل لها بانتريشن والحوارات اللي احنا قلنا عليها دات الحاجات السمول ميكتنت زي مين زي الجليسرين او الجلايكول سوربيتول بوليسر او بروبايلين جلايكول الحاجات الالكوحة العامة دي بيستراتها نبقى عليها ده سراتها السلام بيقول لك مستراتها افكت از كريتنج يو هيمينتي اكسترا ووتر تو اوتسايد يعني بيحافظ لك على كمية المية موجودة جوا جسمك طب الحاجات بقى الماكرو ماكرو موليكيولز الحاجات الكبيرة ديت ايه بقى بيحصل ايه برودكت رمبوسد افلارج موليكيولز ايه بلتو بنتريشن زي كريتني سلير اللي بتعمل لك بنتريشن عادي اما الحاجات الكبيرة ما بتقدرش تعالي لك بنتريشن زي اه فروم بتعمل لك فروم ايه هيدروسكوبك اه يعني هيدروسكوبك اه يعني هي تبدأ بقى تسحب لك المية من وكأنها ماغنتيك او ماغنتيس لسحب المية ماشي؟ اه عندي زي مين زي جليكوزا ماين جليكان الهليريك اسيد الهليريك اسيد ده عبارة الكلستين والكولوجين والكولوجين يقول لك تعالي احقاني كولوجين ولا تعالي مش عارف اخذ البرودكت اللي فيه كولوجين معين كولوجين ده هيختارك هيختارك جسمك ويخشي جوا جلدك وش عارف هيروح لدرجة يروح للعض الحوارات اللي بيعودوا يقولوا عليها ديت انت بقى دلوقت دلوقتي بقيتوا انتم الاتنين سواء تذكر او انسة بيستخدموا الحاجات ديت او او عايز يشتغل فيها كماركتينج او اي حاجة والحاجات دي بقيتوا فاهمين الكنسبت اللي عام بحيث ما حد يش يضحك عليكم وغاراتكو كنتو كمان مش صعود بقى تعملوا بيعين كلام يعني انتم بعد التعليم اللي علم الكبير ده واشتروح بقى تقولي ده بيعمل لي بنت تقولي البشنت بتاعك ده بيعمل بنترشن رهيب ده بيعمل مش عارفة لدرجة زي ما بقولك هيطلع يعني من كتر بنترشن ده صاروخ يبقى انت كده مش فاهم حاجة مؤاخذة يعني غلط انت ده علم وده امانة معاك فارجوكو يعني تستغلوه صح وكلوا فاهمين ده يعني كونو اتعاملوا مع البشنت ده كنك انت او كن حد ممتك باباك اخوك اختك ابنك بنتك ايه حاجة من الحاجات دي جدتك يعني حد من عيلتك فاهم؟ طيب اهو الهي ميرتنت عندي حاجات بقى نيوترال مش حاجات بقى سنسلسل والحوار ديت ايه بقى النيوترال عندي اتفقنا خلاص ايه حاجة من نيوترال وزايت شوية اسيدات مع بعض اسد عندي بيقول لك زي بورلينين كاربوكسيلك اسد يوريا لاكتيك اسد وفوسفوليبت دول حاجات المهمة عندي جدا في النيوترال بقول لك الاكتيك اسد ده بالصراطة عن نابل افدسان بلونج تو جروب اف الفا هيدروكسي اسد الاكتيك اسد لو جيت شوفت الاستقش بتاع باباق عن الفا في كاربونا رقم الفا هتلاقي فيها هيدروكسي مجموعة ات او اتش اي اسد ماشي مهمة الفا هيدروكسي اسد زي عندها قدرة عالية كبيرة جدا انها تزود لك الكنتنت بتاعت الووتر موجودة في الاسكن معنى كده النيوترال برودكت بتاعت الموسترائزنج ايجات او الهيميكتنت دي حاجة لطيفة جدا لاكتيك اسد فوسفوليبت دي حاجات مهمة جدا ولطيفة دي انت ممكن تستخدمها از هيوميكتنت لايبوزوم الايبوزوم دي فكرة بالزبط زي النانو تكنولوجي ايه النانو تكنولوجي اصلا لنت بتعمل حاجات نانو حاجات سوبانونة جدا 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 انت تحفظ لك على كمية الموية الموجودة طب ازاي؟ قال لك دي بالساطة عنا بقى تلاقي الاختار الكوزماتيك اللي فيها النانو تكنولوجي او فيها لايبوزوم دي بقى الاختارة عدية عالية الف ونص وحوارات فايه ساب في كده بسبب ان هم يجيبو لك نيترال بروديكت زي الفوسفوليبز ويحبوث لك الجزء اللي بيحب المية في المية تهدأ بالمية والبساطة موجودة يحب بأنه يحوش لك مية داخلها بحيث يحفظ لك كمية المية فأنت هي أنك المية موجودة داخلها قطوبة بتاع السكن عندك الزيادة. ليه؟ لأن انت حاطت المية جوا بيئة هي بتحبها أصلا. فما بحصل لاش صعب انها تعمل ايه؟ تتمشي جوا الحتة اللي بتزديت. هتمشي جواها ليه؟ مهما كان الهوى ولا الحاجات دات مش هتعرف تمشي. فانت كأنك ايه؟ عامل محاوطها محاوط المية محافظة. فتفضل تعمل لك عالي وجميل جدا. بعد كده ما خلصنا الهيميرتنت بكل تفاصيله بحكاياته برواياته بالإجزامبل بكده. هنخش على تاني إجزامبل عندي ت تابع اللي هو ده عبارة عن ايه؟ تفاني هي عبارة عن حاجة زي ما انتم شايفين هنا ده بنحطه عبارة عن آآ كريم بيخش يعمل لك ايه باقي بيحافظ لك وكأنه بيعمل لك إن هو يمنع لك تبخل المية موجودة عندك. الله ما صلي عليك انا بقى لا يفضل تسام شايفين؟ ده كده مع شايفين التشققات دي؟ هيميرتنت هي قصدي مع الايمويلنت مع الايمويلنت وده كده من غير الايمويلنت. الايمويلنت ده حاجة لصيفة جدا اللايتي اويل بيبقى ام افكتف قوي وكده. ايه الفكرة بتاعته شايف ده الجلد بنتشقق وفيه فراث في النصفة يوح يمليهلك ويدهلك كده ويخلي لك يحوش لك المية جوا جسمك. مش كلمة يحوش لك المية جوا جسمك ما حدش يفتكر إنها معناها حاجة واحش مسلا فهيعمل لك ايديمة او كده. لأ. يحوش لك يعني يحوش لك تاعت المية النرمال بتاعت اللي جوا جلدك. ماشي. ماشي. زيس وورك آآ باي سليبينج ثرو. يعني تنتشر ثرو وتعمل لك تسد لك الفرارات. ماشي? اللي هي كورنيوسايت. اللي هو تعمل لك ايه بقى مش احنا في كراكت كأن هنا في حواري كده من نصف فاضي ما فيهاش سكين وما فيهاش اي اويل فهي تيجي تعوضها لك وتسدها لك وتحطها لك. زي ما انت شايف هنا في الصورة ديت اللي حصل بالصورة انها في صورة هنا في كراكينج فيه شوية فرارات مش عارفة ايه الحاجات ديت. تبدأ بقى تملاها لك هي بتملاها لك كأنك بالضبط كأنك جبت طوبة عجم بطوبة عجم بطوبة وفي الاخر بتيجي تعمل ايه? تتملاها بالاسمنت والخلطة اللي بيعملوها ديت بحيز ان انت تسد الفرارات اللي موجودة عندك. يبا ديت عن طريز بتحسن لك بتحسن لك لها لها وقدو ليها علاقة بأكسلوكزف عشان هي ايه حاجة اويل فهي لازم تعمل لك ايه طبقة وقاية بس مش زي اله كفير السنواتفر العشان السلفاتية اللي بالنسفر الاخر وفتبدأ بس فهو الافرول فل.? في العديد من نهض ثمة بتاحها سواء ك سيكون اهم حاجة اعرفية دياها في الجوحة والثر في الصفر القليل وطبع لي لديس تامالже من بس الله عليها المسخفى على عبارة عن المسخفى المسخفى مثل الاسترول المهم دلوقتي هو عبارة عن طبقة دهنية بثك حدة جمدة جدا كده يعني حاجة زي ما انا قلتها شبه السد. اه الكرياة 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 تبقى بقى انت جد دلوقتي حطيت الاكلوسيف على جلدك فانت بقيتها محافظ المياه جلدك كأنك حابس المياه جلدك مش هايز رايح صلى الكرياة تبقى طب ليه صلى عناب عليه في دص السلام انت دلوقتي جلدك اهو حلو حلو انت بيقول لك اه اه لو انت جيت حطيت بتبقى افضل بتبقى اكتر تأثيرا لما تحب تغسل ايدك اي ده مش احنا قلنا الغسل الايد ديت حاجة مش لطيفة عشان بتعمل لك مارنة فهتعمل لك فيحصل لك قلنا كده طيب ماشي صلى عناب عليه في دص السلام انا الوقتي رسلت اي دي جميل والميا لسه على اي دي زي ما انتم شايفين هنا حلوة قوي جيت على طول بعد ما رسلت اي دي على طول مستنيتش بقى بتنشفوا الحبارات دي لأ المياه لسه موجودة على بتاعي جيت حطيت سد جيت بنيت حيطة جيت حطيت اكلوسيف جيت حطيت كده تقيلة ساميكة رخمة جيتس ما بتضعش تتحرك ولا تتزحسك جيت حطيت جيت حطيت جيش على الحدود بتاعي جيت مش عارف جيت حطيت ناس جيت بتاكيد موجودة اللي حصل المية لسه موجودة معنا كده ايه معنا كده انت عملت حافزت على المية جوة جلدك معنا كده اللي انت عملت بتاع المية معنا كده بتاعت المية حيصل لها ابصر مشان ويرجع تاني معنا كده اللي انت بقيت اكتر افكتف زي لما يكون انت مش 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 حاطط مية او مش غاسل ايدك يبقى فيمت الفكرة يبقى البروديكت بتاعي ايه افتر ووشنج ليه عشان بتحبس المية تحتها. بتحبس المية تحتيها. بيقولك الاتزام بتاعتي بالسلاطة عن inputsam زي زي cremial, afainus, mirиль. فرضي. زي كل حاجات دي عبارا اجğlامبي عندي. دي بتكون موجودة بتصميل متغير صنيه جدا 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 جدا. دي اكتر حاجة افكتف. ولكن مشكلة زي ما احنا قول لها بتاعتها انت تمشي ملزقة ومكنك بتلمع كده 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 انك مدهننة. تحس انت دهنة وشك بطبق الدهون. ماشي? دي بقى نستخدمها انت بتفضل الناس اللي عندها قوي قوي قوي. عندها سكن ناشق جدا جدا جفاف. عندها ستشققات عاية جدا واكزا. زي زي البتروليوم جلي. ده بيبقى زي الجليسين. الفازلين. زي الفازلين ده تلاقيه ملمسه ريخي مجلس جدا حتى تلاقيه مثلا في ناس بتستخدمه للتشققات بتاعت التشققات اللي بيوجودها في الرجل دا. اللي هي الكعب. كعب الرجل. ماشي ناسي بيكون عندها تشققات في الرجل ممكن يستخدمون. الاكزامبل فور اكلوسيف زي عبارة عن حاجة فات. ما احنا قلنا برضو. هي عبارة عن حاجة فات. فان انت ممكن تجريه في المالفات زي اللالونين. احنا اتفاني اللالونين ده اللي هي عبارة عن ايه? اللي هي عبارة عن ريبراتف افكت. يعني عبارة عن اكلوسيف. وعبارة عن برضو. بالصلاة انا ملابس سلم عبارة عن لقد تجريه اللي هي الخرفان. او اه اتفاني اللالونين. احنا 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 احنا. فتاعة الليل. بتجيب منين الحاجات الهكيلوسيف. فيش تبقى الاوليو زي البنت اللي هو والحاجات ده هي تستمسم. اه السيسامين اه سيد. كل حاجات دي فتش بالقارية. طبعا زي الانيمال ايه بتبقى مر اكيلوسيف زيان لانه دي حاجة فهات نيوترل. هما الاتنين ولكن دي فهات جمدة جدا يعني الحاجات الفات اللي بيكون موجودة في الانيمال بتبقى اكتر اكتر وقية اكتر من الاني البلانت. البلانت بتبقى ايه؟ ليتي شوية بس مش لايتي لدرجة انها تكون اميولانت لأ أي برضو اكلوسيف ماشي اور منيرال اويل يعني معنى كده مين لأكتر اكلوسيف الانيمال سورس متاعت الاكلوسيف حاجة اسمها سيبير مسات حاجات بقى جاية من الحيتان تخيل كده الدرجة اللي احنا جبنا اكلوسيف موجود من الحيتان اللي هي اسمها سيبرا مسات سيبرا مسات دي جاي من الول ذات نفسه مستخرينه من الحيتان يو با ريميمبر ذات الاكلوسيف برودكت بتديك استيكي و اويل هي بتبقى اكتر حاجة افكتف الكنسيومرز اللي هو مستهلك ازيو مثلا انت ممكن تروح تشتريه مثلا احنا ما منحبش اويل برودكت عشان ايه شرس ازل اوينتمنت عشان هتحس ان انت ماشي كأنك ملزة و ايه وبتلمع كده مش حاجة مش لطيفة ممكن استخدمها اس كريم او لوشن فعشان نتخلص من الحركة بتاعت الاكلوسيف ديت و في نفس الوقت نعمل الافكت هنعمل لها كومبايني عشان زي زي اللانونين زي نحطها بسلا مع كريم او نحطها مع الوشن اللي هي الحاجات اللي بتبقى وتحب الووتر كونتنت بحيث ان انا هتخلص من الافكت بتاع الجريسي ديت و الا الجريسي والله ما صالح عليك انا مدى السلام و الاستيكي في شوية نوتس هنا الهلك المستورايزر لان الحاجات اللي عندها امامة ووتر بتبقى مالشن او الكريم شبه شبه لكريم يعني دلوقتي انت وراب السلاة نفسها وانت رايحة مشواه للجامعة كلية وكده عايزة تحطي المستورايزر او انت عايزة تحطي المستورايزر فتعمل ايه؟ هل تحطها ببشرة او تنزل ولا تحطها وانت مثلا في العربية ايه رأيك؟ ولا تحطها مثلا وانت بتركب المصلات ايه رأيك؟ لا طبعا لازم تحطها على اقل تقدير قبل ما تخرج بساعة طب ليه؟ عشان تخليها تمي الايفكت بتاعها بما انت مش مجالب ما تحطت لايه حبست لك المياه وعميت لك الايفكت لا طبعا لو حطتها وخرجت كده انت وانت 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 اي حاجة فلازم على اقل تقدير تسيبها ساعة او نص ساعة بحيث انها تديك الايفكت لانت لما تحط لازم تبقى من 20 ل 30 منت قبلها قبل ما تتعرض يعني تحطها الاول لما تخرج من نص ساعة كده وتقوم حاطتها وبعد نص ساعة تبدأ تنطلق وتروح لانت غايحه في مشورك يعني يبقى بالصلاة انا بالسلام في مثلا لو انت عندك بقى دراي سكين قوي او عندك دراي ويزر قوي او يوم صعب جدا او في جو وحش جدا لدرجة ان ما فيش اي مسترايزر موجودة برا ما فيش اي مياه في الجو عندك جو سيء فالافضل انت تستخدم الاولي الاولي مسترايزر عشان هي بتبقى كلوزيف فبتحميلك المياه الموجودة جوه السكين بتاعها وكده اللهم لك الحمد حمد كثير مباركا لا يزمق بها ده ابدا محاضرة النهار ده خلصة اتمنى ما تنسلاش من صالح دعوتكم اللي ما فيمشي حاجة اكتب لنا تحت في الكومنت والسلام عليك وحضر الله باكاته